السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصحابي وأخواتي في السنوات العامة دوفية عشرين واربعة عشرين تعالوا في القناة الإسبوعي نكمل حصتنا في علم النفس النهاردة هنأخد جزء جديد اسمه مبادئ التعلم الجيد خذ بال هو أنا هنا بأتكلمك عن إيه أن الدرس اسمه إيه مبادئ التعلم يعني إيه كلمة مبادئ مبادئ يعني قوانين أو قواعد إيه التعلم الجيد طب يعني إيه تعلم تعال أبقى أقول قال لك التعلم هو تغير في السلوك يعني إيه تغير في السلوك يعني معنى أن أنت تعلمت يبقى كيد سلوكك يتغير بس يبقى التعلم هو إيه تغير في سلوك الإنسان يعني أنا بالبلد ما كنتش بعرف أسوق بيتعرف أسوق ما كنتش بعرف أطبخ بقت بعرف أطبخ أنا كده سلوك يبتدي إيه يتغير يبقى أنا كده عملت التعلم طيب هل التعلم لي أو التعلم الجيد ليه قوانين آه ليه خمس قوانين أهو أول قانون اسمه الدافعي طاني قانون اسمه التعزيز طالي قانون اسمه الدوري الإيجابي للمتعلم رابع قانون اسمه الممرسة وخامس قانون اسمه التقال للتعلم ودول هناخذهم أنهم تعال نبتدي بأول قانون عندك وهو الدافع يعني إيه الدافع هسألك سؤال الدافع قال لك لما جم يعرفه قال لك هو أخوة داخلية تحرك الإنسان وتدفعه للقيام بإيه انت دلوقتي ادو صادي دي ادو صادي عشان عندك دافع ان انت تنجح وتذاكر يبقى النجاح والمذاكرة دول يعتبروا ايه يعتبروا دافع ده داخلي ولا خارجي داخلي يبقى الدافع اول مبدأ في التعلم يبقى انا عمري ما هروح هتعلم حاجة غير لما يكون عندي ايه لما يكون عندي دفالي طيب هل بقى الدوافع دي موجودة عند الانسان طبعا ما لسه ايه طب هل الحيوان عنده دوافع نعم اخذ بالك انت والحيوان المشترك مع بعض في دوافع اسمها دوافع فيسيولوجية يعني ايه فيسيولوجية؟ يعني مرتبطة باعداء الجسم زي ايه همستر تعال بال mentions زي الجوع زي العطش زي النوم كل دي اسمها دوافع فيسيولوجية او بيولوجية ايه موجودة عند الانسان و الحيوان طب انت كانسان تتمازع على الحيوان بها قيل لك انا بالله Zeiten بد听 عن المشترك قبل اشتراك عمري 엄마 هل الحيوان عنده دافع الهاتمate على النافس? لا هل الحيوان عنده دافع الفضول? لا هل الحيوان عنده دافع حب الاستطلاع؟ لا ان هذا الوافع اجتماعي هل الحيوان عنده دافع النجاح؟ لا وهي الوافع اجتماعيات اماس بالانسان SUغي بيانى اشرح اتعلم حاجه اول zeig اكون ح balancing اخوش Jungari طبصل قد استعمال نفسي دافع أتعلم اولا 가지ه هو هدف ماذا سأتعلم سانيا هل اللي حتعلمه سيفدني في حياتي ام لا لو لقيت هدف من الحاجة اللي انت هتتعلمها و لقيت ان هي هتفيدك في حياتك ساعتها يبقى عندك دافع تتعلمها وده اول مبدأ من مبادئ التعلم طيب خش على المبدأ التاني المبدأ التاني هو ايه اهو المبدأ التاني يا صديقي هو التعزيز تعال اقول لك بقى ما معنى كلمة تعزيز بص يا شخص تعزيز يعني تدعيم يعني ايه بد تدعيم يعني بأكد السلوك يعني بالبلد كده انا عايز سيادتك تعمل السلوك ده تاني فبعززولك او بدعمولك مثال انا عندي طفل صغير اول اما الادانة ده اما الطفل يمجعه بالمصلية او اما ايه المتوضي و اما يصلي فانا شفت الوالب بيصلي انت ايه اللي تشاطر يا حبيبي خد انا جدت لك حاجة كويسة و حاجة حلوة عشان سيادتك ايه حشان انت شاطر وصليت وعملت الي عليك حشان انت ايه كده انت جدعا انا كده عملت ايه بقى انا كده عمالت تعزيز عزسته interested ruin suggesting ادتو ايه ادته مكافئه فبالتالي تعزيز هنا نوعين فيه تعزيز ايجابي اللي هو السواب ده بنقول عليه غiałem ايجابي وبعزيز سلبي اللي هو العقاب بنقول عليه غبي ماذا هو تعزيز الايجابي قال له ان انا بخي الفرد او الطفل يعمل السلوك تاني بخليه يعمل السلوك تاني ازاي ان انا بدعمه وبعززه عن طريق المكافئات ده هيخليه بعد كده يشعر بايه بالرضا والارتياح ويعمل السلوك ده تاني ويعمل السلوك ده تالت طب العقاب العقاب ده متعزيز سلبي قال لك خبالك مش كل عقاب مضر لان في عقاب يمنع الانسان من تكرار الخطأ تاني يعني انت سيادتك دلوقتي ابنك لعب بالكبريت اتلاسع هل لو انت جيت بعد كده اديته الكبريت في يده وقلت له خدي حبيبي العبي هايرمين ليه لانه شاف العقاب فبالتالي مش كل عقاب سلبي لان في عقاب بيمنع التكرار يبقى بختار التعزيز امتى لو الموضوع في سواب او في عقاب في مكافئات او في عقاب ومش كل عقاب سلبي ده تاني مبدأ في التعلم ان انا عززك لو عايزة خليك تقرر السلوك وتعمله تاني اعززك انا دعمك نخش على المبدأ رقم 3 المبدأ رقم 3 اسمه دور الايجابي للمتعلم بص يا صاحبي يعني ايه دور ايجابي للمتعلم انت سيادتك كمتعلم مش دورك تقعد سميع يعني ايه سميع يعني تقعد تسمع لا تدورك تتفاعل معايا يعني ايه يعني لازم ان المتعلم يبقى ليه دور في التعلم لازم ان الطالب يبقى ليه دور في التعلم واللي عايز يتعلم لازم ان يبذل جهد التعلم مش هيجي لك ويخبط الباب ويقولك ان ايه انا جاي لك لا لازم انت تبزل مكهوده ارتض حتى انك انت تتعلم لتحشر كميعان بتعلم الصح لازم اني يكون ليا دور ايجابي كمتعلم لازم ان يكون ليا دور ايجابي دور ايجابي ده هو ايه دور ايجابي على سي致ال الجهد كل ما بذلت جهد كل ما التعلم اين تحصل به التعلم هاني زياد يكون ليا فقط مع الجهد في التعلم طردية هاذ اتبزل الجهد ايه قال لك والله يلخص الدرس حضر أسئلة قاعد ناقش المدرس بتاعك قاعد اكتب ملخصاتك قاعد حل أسئلة كتير ناقش مدرسك كل ده انت كده بتبذل جهد عشان تتعلم كل ما بازلت جهد التعلم بتاعك هيبقى ايه جدع مية مية يبقى تالت مبدأ ما يبدأ التعلم اسم الدوري الإيجابي يبقى أنا كده خدت الدفعية وخدت التعزيز اللي هو السواب الرقاب وخدت الدوري اللي جاب للمتعلم من المتعلم يبذل ايه يبذل مجهو طيب خش معايا في الجزئية المبدأ الرابع المبدأ الرابع اسمه ايه بقى اسمه الممارسة والتعلم ركز لي بقى في المبدأ ده كده انت عشان تتعلم حاجة صديقي لازم انت مارسها وعشان امارسها العلماء قالوا فينه عين من الممارسة ايه هم ادي واحد ممارسة موزعة ودي اتنين ممارسة مركزة او مكسفة ايه الفرق ابن دي ودي بص الممارسة الموزعة ان انت لما تيجي تمارس الحاجة اللي هتتعلمها مش هتمارسها مرة واحدة هتقسمها على فترات وتخط في الفترات دي راحة يعني لو انا داخل اذاكر مادة معينة المادة دي انا عارف ان انا مثلا هقضى اذاكرها اربع ساعات لو انا دخلت خدت ساعة وريحت بعدها عشر ديائي ومتوقت ساعة ومريح بعدها عشر ديائي ومتوقت ساعة ومريح بعدها عشر ديائي يبقى انا كده بحط راحة في النص اللي انا بعمله ده اسمه ممارسة موزعة وزعت الشغل بتاعي يبقى فترة العمل بتبقى ايه فترة العمل بتبقى سيارة وبتخط راحة في النص دي اسمها موزعة انما المركزة لا المركزة انت تدخش الدب الى 4 ساعات و 4 من غير ما تريح دي اسمها ممارسة مكسفة او مركزة ما حطتش راحة وفترة العمل طويلة يبقى من اللي مفاش راحة المركزة وفضلة العمل فيها ايه طويلة طيب يا مستر هي كده من اللي هتبقى احسن انت شايف من اللي هيبقى احسن الموزع ولا المركزة اكيد طبعا يا صديقي اللي هتبقى احسن الموزع ليه يا مستر اقولك ليه لان انت هنا خطيت راحة انت لما بتفصل في النص يعني انا بديك حصة اربع ساعات تقولك لا يا عم انا اشتغل معك ساعتين ووديك بريك يبقى انا كده عملت ايه عملت ممارسة موزع انا هنا خطيت راحة تركيزك هيبقى احسن ولا مش احسن طبعا احسن عشان كده العلماء لقوا ان الممارسة الموزعة احسن من المركز طيب السؤال اللي جاي انت وصحبك وكل صحابك هل لما تيجوا تاخدوا فترات راحة تاخدوها زي بعض ولا كل واحد حسب قدرته كل واحد حسب قدراته العقلية طبعا قالك العمل بيفري حسب قدراته العقلية للفرد يعني انا ممكن اجي بعد ساعة افصل واحد تان ايجي بعد نص ساعة يفصل واحد تالي يجي بعد ساعة ونص يفصل يبقى فيه فروق فبالتالي فترة الراحة تختلف من شخص ايه لا اخر حسب الفروق الفردية يبقى خب بالك مش كلنا اناخد نفس فترات الراحة لان فيه اختلاف في القدرات وفيه اختلاف في القدرات العقلية فبالتالي فيه فوارق ما بينا عشان كده بص بيقولك ايه تختلف فترات الرحة باختلاف الفوارق بين الناس مش كله هياخد الرحة زي بعض طب تلاتة تعرف ان انت لو بتشتغل مثلا في حاجة والحاجة دي هتاخد رحة وبعد كده ترجع تكملها تفري لو انت بتشتغل في حاجة وهتاخد رحة وترجع تعمل حاجة غيرها مثال لو انا مثلا هزاكر نص عربي النص ده مكون من 20 بيت انا هعمل ايه انا قلت هعمل ممارسة موزعة احفظ 10 ابيات هرايح وأرجع بعد الراحة كمل 10 ابيات انت كده رجع لنفس العمل اللي انت كنت بتعمله ببلا ما تريح هل فترة العمل الراحة بتاعتك تبقى طويلة ولا قصيرة قال لك لو انا هعمل عمل وهرايح وهرجع له تاني خلي فترة الراحة قصيرة عشان ما تنساش يبقى فترة الراحة بتبقى ايه؟ قصيرة لو انا هرجع لنفس العمل طب لو رجع مثلا لعمل مختلف لا لو رجع لعمل مختلف ساعتها تخلي فاطة الراحة ايه فاطة الراحة طويلة يعني انا بذاكر عربي هارجع اذاكر ماس كده العمل مختلف لا خلي فاطة الراحة اللي في النص ما بينهم طويلة يبقى اذا كان العمل مختلف تكون فاطة الراحة اطول يبقى دي الممارسة يبقى ان اللي فيها راحة الموزعة اللي ما فاش راحة المركزة هل الراحة بتختلف باختلاف الافراد اه طب هل الراحة بتختلف باختلاف العمل اه لو راجع لنفس العمل خلي الراحة قصيرة لو راجع لعمل مختلف خلي الراحة طويل اخر مبدأ من مبادئ التعلم وهو انتقال اثر التعلم اهو بص يا شباب يعني انتقال اثر التعلم هل التعلم بينتقل يا مستر اه بينتقل ازاي اكتبها لك بالبلادي حاجة تساعد في تعلم حاجة اخرى يعني ايه يعني حاجة تعلمتها ساعدتك في تعلم حاجة تانية زي انا مثلا اتعلمت ركوب العجل من صغري دا ساعدني لما اكبر عرفة سوق سكوتر يبقى الحاجة دي ساعدتني في تعلم الحاجة دي دا سمو انتقال ايجابي للتعلم يبقى التعلم قبل الانتقال يا مستر اه قبل ازاي لما حاجة تعلمها تساعدني في تعلم ايه حاجة اخرى طيب زي مثلا انا عندي في العربي ادب الدولة العباسي وعندي في التاريخ تاريخ الدولة العباسية مش ممكن هناك المعلومات من هنا ومن هناك شبه ما بينهم اه يبقى التعلم بيزيد امتى التعلم بيزيد كفاة وامتى لو اللي أنا تعلنته ساعدنا تعلم شيء ايه اخرى بس فيه شروط الشروط اولا يبقى فيه علاقات بين الحاجتين الحاجة اللي انت هتنقلها مش فيه هنا شبه بين اللي عربي في الدولة العباسية بالدول العباسي في العرابي والتاريخ في الدول العباسي يكيد يكلمون ساعة الدول العباسية هذا هو الشباب فـ agu assessment لم يكن هناك أشياء البلاد يجب علي المنظر كما تعلمي بـ حروف اللغة الإنجليزية وهو سعدني عندما أط LGBT الأمان لانها نفس الحروف تقريبية في علاقه يعني انت قال تعلم يعني حاجة تعلمتها سعدتنا تعلم حاجة ايه حاجة اخرى ودي اسمها مبادئ التعلم الجادي يعني عندي كان مبدأ خمسة اول مبدأ الدافعية انها لازم يبقى عندي هدف وخب بالك اي حاجة لا علاقة بلا هداف تختار دافعية ثاني حاجة التعزيز اللي هو السواب العقاب عملت حاجة كويسة كافأك عملت حاجة واش عظم ثاني حاجة الممارسة اللي هي الموزعة والمركزة الموزعة فيها راحة والمركزة ما فهاش راحة ربي حاجة تدوري الاجابة للمتعلم انت كمتعلم لازم ان تبزل جود عشان التعلم بتاعك يزيد ما تعدش بتسمع بس وخمس حاجة اللي هي انت قال التعلم حاجة تعلمتها ساعدتك في التعلم شيء ايه شيء اخر اخر حاجة معي في الدرس وابقى خلصت حاجة اسمها اسس الاستذكار الجايد ازاي سيادتك تذاكر كويس بصة صحو انت عشان تذاكر كويس مذاكرتك مؤتمدة على اربع حاجات الانتباه رقم واحد زيادة الرغبة في المذاكرة دي رقم اثنين المشاركة الناشطة رقم ثلاثة قراءة بالفهم رقم اربعة انا لو عملت الاربع حاجات دول قبل مذاكر او انا بذاكر مذاكرتي تبقى ضن ومية مية طب يا مستر انا عشان اذاكر انت بتقول لي نازم انا بقى منتبه هنتبه ازاي تعال اقولك اولا خصص وقت معايل المذاكر متجيش بعد يوم طويل تجي في اخر اليوم تقول ايه ده يلا اهوي ده انا نسيت اذاكر انا هذا اذاكر ذاكر يا حبيب انت جهدك ضاعي اليوم كل فبالتالي عمرك ما تبقى منتبه يبقى عشان اعمل انتباه وانا بذاكر احدد وقت المذاكرة واحسن وقت تتذكر فيه هو الوقت اللي هو بيبتدي معك من الساعة ثلاثة لغاية الساعة ستة الصبح زينك ببصوفي اتنام كده قبلها وتسحى تصلي الفجر وتقعد تذاكر كده لغاية ستة سبعة الصبح تلات دنيا كويس تاني نقطة تخصيص مكان معاين للمذاكرة هو مش اي مكان تتذكر فيه يعني متغرش تتذكر في هو التنوم التنوم ديت انت هتسرح يا هتنين ده مش مكان معاين للمذاكرة عمرك ما تنتبه يبقى عشان انتبه خصص وقت المذاكرة وخصص مكان المذاكرة ابزي المجهود بدني وانت بتذاكر اهو يعني ايه يعني اوم ملعب عشرة بخت مثلا مذاكرة اوم ملعب عشرة بخت اوم يتمشي لان طول ما انت قاعد في مكانك لمدة ساعتين ثلاثة الدورة الدموية تهبط معاك فتركيزك هيقل يبقى لازم ان موزت المذاكرة كده تقوم تتحرك عشان الدورة الدموية تشتغل فانت بقى يرجع خد بالك من المعلومة اللي جادي اوعد ذكر في اماكن هادية تماما ايه بعد عن المذاكرة في المكان الهادي خالص ده ده يعمل لك كرسى يخليك تنام يخليك تسرح غير كده لو انت بقى داخل لجنة في اخر السنة واللجنة دي حصل فيها بس صوت بسيط كل تركيزك راح ليه لان النساءتك معاود نفسك تذاكر في مكان هادية اوى ساعتها وانت رايح بقى ماشي في الموافلات وعايز تراجع مش هطاف تراجع عايز تهد مثلا في اللجنة واحد اتكلم عمل صوت هطوات بقى متوتر بيركز في الاصوات اللي حواليك لان المكان مش هادية يبقى انت كده انت بقى غيروح يبقى عشان انتبه معاودش نفسي ان انا زاكر في مكان هادية اوى وانت بتذاكر اوى انت داخل تذاكر تقعد تفكر بقى في المشاكل بتاعتك صحابي خانوني وابويا مش عارف هيسيب البيت ويمشي ومش عارف اخويا مسافر وسائبني لا ابقى عن المشاكل دي وانت بتذاكر انده هيفقدك الايه الانتباه فبالتالي الاستذكار عندك مش هبقى كوي المبدأ التاني المبدأ التاني اسمه زيادة الرغبة في الاستذكار ازاي زود حبي للمذاكرة ايه المذاكرة بتتحبها مستر ايه يا عم بتتحب انت عشان تزود حبك للمذاكرة لازم ان سيادتك يبقى عندك ايه دافع ليها الدافع اللي هو الهدف انا بذاكر ليه يبقى لازمان عشان ازود حبي للمذاكرة يبقى في ايه فيه دافعية يبقى زيادة الرغبة في الاستذكار دي خدالك مرتبطة بمبدأ الدفعية اللي احنا لسه واخدينه ان انا يبقى عندي هدف طب ازاي همستر زود حبي للمذاكرة اعمل ايه اعمل ثلاث حاجات اولا لازم انت قد حاطت لنفسك هدف من المذاكرة انا بذاكر ليه فيه ناس يا جماعة بتكتب مجموعة يقولك انا عايز اجيب مثلا تسعة وتسعين مثلا عايز اجيب تمانية وتسعين وتلاقي معلق المجموع ده على الحيطة تلاقي معلق المجموع ده على الحيطة ليه اللي جاي اجيب عشرين من عشرين يبقى انا كده بنافس نفسي ساعتها رغبتي في المذاكرة هتزيد ثلاثة حدد وقت الانتهاء المذاكرة اوعد وانت داخل تذاكر تسيب الطايم مفتوح او الحاجة اللي هتوقت تذاكرها بساعة هتذاكرها بثلاث ساعات خلي دايما فيه وقت محدد لانتهاء المذاكرة انا هخش اذاكر ساعة او ساعتين واخت ستوبوتش كده انا داخل في الساعتين يخلصوا انا اكون خلص دي اسمها ايه ذات رغبة في الاستثقار ايبقى انا زود رغبتي في الاستثقار بالتلاتة دول اعط النفسي هدف يا اما تنفس مع نفسي اما خصصوا الحاجة رقم تلاتة المشاركة الناشطة ازاي نشط مذاكرتي يا مستر وانشط المعلومات ازاي عايز تنشط معلومات وانت بتذاكر راجع اعمل مراجعة اللي انت خدته يا اما تعد تدون تدون دوت الكتابة دون ملخصاتك واسئلتك وملاحظاتك في ورقة خارجية انت كده بتنشط معلوماتك ودي اسمها المشاركة الناشطة ودي تالت مبدأ من مبادئ الاستثقار اخر مبدأ معي وابقى خلصت الدرس مبدأ اسمه استخدام طرق القراءة بص يا صديق مفيش مذاكرة كويسة بدون ايراية كويسة احنا جهلة لا ايراية عن ايراية تفر تعال اقولك ايه طرق الايراية الصحة انت لما تجي تذاكر درس لازم ان تستعرضه استعراض عام واخد بالك من كلمة استعراض عام يعني استعراض عام يعني بالبلد كده اخد فكرة عن الدرس قبل ما اذاكره يعني اخد فكرة عن الدرس يعني الدرس بتاع اسمه ايه؟ اسمه قصص الاستسكار ابتدي كده بص على الدرس اه ده المدرس ده شكله بتكلم عن المذاكرة او طرق المذاكرة ازاي هنذاكر يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده حددت الفكرة العامة بتاع الدرس هادر اعرف عشان لما اجي اذاكر او لما اجي ابتدي اذاكر الدرس هبقى فاهمه وبتكلم عن ايه؟ اتنين اربط المعلومات الجديدة بالقديمة عايز تقرق كويس؟ حاول تربط المعلومات اللي انت خطتها بالمعلومات القديمة زي التاريخ كده زي ما بتربط كده السورة العربية بمحمد علي بالحملة الفرنسية يبقى انت لما تربط وتقرأ وتربط وانت بتقرأ كده بتربط زي اللي بيرى كتاب او كس ليه يربط بقى اه الفصل التاني بالفصل الاول الحدث اللي حصل هنا وهن ثلاثة البحث عن المبادئ العامة التي تنظم التفاصيل والجزئيات ايه المبادئ العامة لاجها لالولاب البلد كده العناوين والعناصر الرئيسية في الدرس لازم يعينك تجيب العناوين والعناصر الرئيسية فيه ناس يا جماعة مبتكيراش العنوان مبتكيراش العناصر الرئيسية زي ده عنصر رئيسي اقاح لتسبق عنها ولا تأخر عنها وبكده يا صديقي يبقى أنا خلصت لك درس مبادئ التعلم الجيد وخلصنا حصة النواد إن شاء الله إحنا موجودين معاك في منصة زيتوب على مدار السنة الجزء الأولاني اللي إحنا شرحنا ده ده الحصص المجاني فيه حاجات كتيرة هتحصل جوه المنصة والحاجات ديت مش هتلاقيها اللي موجود على اليوتيوب إن شاء الله انتظر مفاجأة على المنصة بشغل جديد ومختلف خالص كان معاكم مستر محمد مجدي دومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته